قمة تكرس التعاون في النطاق الأوروبي خاصة في مجالي الهجرة ودعم أوكرانيا لكن اتضح لاحقا أن قمة المجموعة السياسية الأوروبية في طبعتها البريطانية تحولت إلى بارومتر لقياس سرعة التقارب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ مجيء حكومة العمليين بل تبين من تصريحات مسؤولين أوروبيين أن اتفاقا للسياسة الخارجية والأمن صار في المتناول بين الجانبين وأن بروكسل تعتبره واعدا للغاية السيد كير ستارمر يريد ما يمكن اعتباره إعادة البناء مع أوروبا بعد كل هذه السنوات من الاضطرابات التي تسبب فيها البريكسيت يريد من بريطانيا أن تصبح أحسن جار للاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص ستارمر يريد معاهدة أمنية مع الاتحاد الأوروبي للمزيد من التعاون في هذا المجال وأيضا في مجال محاربة الهجرة غير القانونية لكن الاتحاد الأوروبي يريد لهذا الاتفاق مع بريطانيا أن يغطي أيضا الأمن الاقتصادي والمناخي والصحي والإلكتروني وأمن الطاقة لهذا فإنما يعتقده مراقبون أن قمة المجموعة السياسية مناسبة لغربلة قائمة طويلة من الأفكار التي تداخلت بين الجانبين في الآونة الأخيرة أو على الأقل مثلت فرصة لرئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر لعرض نهج جديد تجاه الاتحاد الأوروبي لحد الآن البريطانيون يفتحون الأبواب من أجل علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي وهذه أعتبرها خطوة أولى لكن الحكومة العمالية أوضحت منذ البدء أنها لا تريد العودة إلى الاتحاد الأوروبي بمعنى أن هامش المناور لديها ضيق بهذا الصدد لكنها خطوة أولى لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتظل قمة قصر بلينهايم فرصة لتكريس مشاورات استراتيجية منتظمة على المستوى السياسي بينما لا يخفي رئيس الحكومة البريطانية أنه يسعى بجد إلى إعادة بناء العلاقات بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين بريطانيا تعود هكذا إلى استرجاع دورها الأوروبي بقوة وبنكهة سياسية لم نعهدها في حكومات المحافظين السابقة بما يدفع إلى الاعتقاد بأن حكومة العماليين يمكن أن تذهب بعيدا مع حلفائها الأوروبيين وأن لا تكتفي بمجرد رأب الصدع الذي خلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لقنوات أبو ظبي كمال علواني لندن